موسيقى الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها مدبول يتابع تدبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية ويترأى السمائدة مستديرة حول صناعة الهايدروجين الأقدر أوكرانيا وبولندا تتبدلان استدعاء الصفراء بعد تعليقات عن دعم الحرب وروسيا تواصل استهداف الموانئ وتجري مناورات في بحر البلطيق الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى الثراء الثقافي والحضاري لمصر كما واجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزيرة تضامن الاجتماعي نبيل القباج بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية مع الحرص على العنصر الابتكار والمسج بين الأصالة والمعاصرة ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على تراث الوطنية وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد أيضا استعراض لتجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى التنصيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ووجه الرئيس سيسي في هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبالورة أفضل للسبل وتنفيذ الحلول المناسبة لها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعته المستمرة أولا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات فيما خص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وكذلك تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها لتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء خلال اجتماع المجلس بمقره بالعالمين الجديدة شدد مدبولي على تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء وطلع رئيس الوزراء على مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع تقريرا حول فعاليات مؤتمر المصرين في الخارج والتوصيات التي تم التوصل إليها وأكد في الوقت ذاته على أنه سيتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها في ختام فعاليات المؤتمر والعمل على تنفيذها وأكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الإفريقية الثانية مشيرا إلى الرسائل المهمة بكلمة الرئيس بالقمة والتي تضمنت تحديدا لمحاور ورؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية ما بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في رؤية مصر عشرين ثلاثين جاء ذلك خلالت رأس مدبولي النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر والتي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة بحضور عدد من الوزراء ومطور الهيدروجين الأخضر ومسؤول البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حيث أكد مدبولي أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية مشيرا إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس والتي تعد أهم ممر مائي في العالم تعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المرة بالقناة بالوقود الأخضر وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لجذب استثمارات إضافية في هذا القطاع من بينها صيغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية والعمل على إعداد مسودة قانون يتضمن جميع الحوافز التي ستمنح لمطور الهيدروجين الأخضر فضلا عن إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية للقناة في العين السخنة وفي شرق بورسعيد شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق كأول محمد زكي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثالث الميداني يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكلات ووحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثالث الميداني والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب شريف العريشي قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية طرابة مهما كلفهم ذلك من تضحيات بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المنافذة من القادة أثناء إدارة المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنصيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميداني ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما اصطارد خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأضار حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات معاربا عن سعادته لما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكافة القضايا والموضوعات إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لديه بأن أمتنا المصري تمتلك من القدرات والإمكانية التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى تنطلق غدا خامس جلسات المحور المجتمعية بالحوار الوطني في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع وتشهد جلسات المحور المجتمعية عقادة جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي ضمن قضايا المحور المجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانوني إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على ثوجيه الرئيس عبد الفتح السيسي كما ستبحث لجان المحور المجتمعي أيضا مشكلات ما بعد الطلاق وكان الحوار الوطني قد شهد خلال الإسبوع الجاري انتلق خامس جلسات المحورين السياسية والاقتصادية أكد مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ملف تكافؤ الفرص يشمل العديد من القضايا أضاف أن الجلسة الخاصة بهذا الملف ضمن الحوار الوطني تناولته من خلال طرح توصيات محددة لحل تلك المشكلات ملف تكافؤ الفرص ملف واسع يشمل كثير من القضايا لكن احنا بنتناوله من مجموعة من المشكلات اللي بنترح لها مجموعة من التوصيات يمكن المشكلة الأولى اللي طرحناها واللي طرحت في الجلسة من كثير من الممثلين اللي موجودين في الجلسة كانت تعدد أنظمة التعليم لأنه إحنا لو عندنا أنظمة تعليمية مختلفة بتخرج مخرجات مختلفة فده معناه أنه فيه انعدام تكافؤ فرص لأنه ساعتها الشخص اللي عنده القدرة على شراء الخدمة التعليمية هو البالتالي اللي بيبقى عنده القدرة على الحصول على فرص أفضل وده عنصر رئيس يقف ضد تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي اقترحنا بهذا الصدد أنه يبقى فيه محاولات لتوحيد النظام التعليمي بحيث يتوحد من حيث المناهج وعلى مستوى المخرجات التعليمية الرئيسية عشان يبقى فيه تكافؤ في سوق العمل بالنسبة لخارجيه النظام التعليمي الأساسي في مصر كذلك النقطة الثانية اللي بنتناولها بهذا الصدد هي فكرة أنه يبقى فيه عدلة ثقافية أنه العدلة الثقافية أو التعاطي مع البرنامج الثقافية بيشكل وجدان الفرد شددت هبا واصل أمين نوعام حزب المصرين الأحرار مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي شددت على أهمية طرح سياسات واضحة بشأن ملف الدين العام وكيفية معالجته أضافت هبا واصل أن تنويع الإيرادات والدخل بالعملات الأجنبية من بين الحلول المطروحة لدعم الاقتصاد وضع الأول خطة استراتيجية لكيفية إدارة الدين إزاي حنقدر نعالج التصاعد في الدين العام في الفترة القادمة وطبعا دوت زي ما بيقولوا هي أليات استراتيجية بينبثت منها إجراءات بقى زي نحن ننوع الإيرادات والدخول بالعملة الأجنبية نضع أولويات للمشروعات التي تدر عائد بالعملة الصعبة نحن ننوع مصادر العملة ليس فقط الدولار وهكذا من حلول تم طرحها تنبثت كل تلك الحلول من وضع خطة استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام قالت عضوة وحزب العدل جيهان عطاء إن جلسة الحوار الوطني الخاصة بحل العدالة الاجتماعية شهدت نقاشات واسعة بشأن تدبيقها لخدمة الفئات الأكثر احتياجا وذلك لتنمية الموارد البشرية أضافت جيهان عطاء خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن ذلك يسهم في تطوير سياسة العمل والتحقيق مبدأ تكافؤ الفرصة والفرص ما بين جميع فئات المجتمع كلمنا في الجلسة السابقة في لجنة العدالة الاجتماعية عن برامج الحماية الاجتماعية لأن مفهوم العدالة أشمل وأعام من مفهوم الحماية مفهوم الحماية يتعلق بالفئات الهشة والمحتاجة لحماية وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي نتعرض لها أما العدالة هي مفهوم يشمل تطوير كل الموارد البشرية ليس فقط الفئات الأكثر ضعفاً ولكن كل مواردك البشرية أنت بتحتاجي تعمل لها تطوير وتنمية وبالتالي بتستغلي ده في أن أنت بتعملي تطوير لسياسات العمل عندك تطوير سياسات العمل بيكون من خلال شفافية الاختيار في الأساس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الاختيار اللي بيتم وفقاً لسياسة موضوعة مثبقاً بيتم من خلالها أن الناس اللي بتتقدم للوظائف المختلفة بتغضع الاختبارات نتيجة الحصولهم على درجات محددة بيتم اختيار وفقاً لنتيجة كل فرد أكدت مساعدة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي مونيكا ويليام أن الحكومة تتخذت إجراءات كثيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لا سيما ما بين الجنسين أضافت مونيكا ويليام خلال تصريحة خاصة لتلفزيون المصرية بأن الحكومة عملت أيضاً على دمج دوي الهيمام في سوق العمل وذلك من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات كثيرة الحكومة المصرية اتخذتها علشان تضمن أنه يحصل بما يكفل تكافؤ الفرص بس مبدأ تكافؤ الفرص في الحقيقة هو كبير وواسع مظلته واسعة احنا بنتكلم عن المساواة بين الجنسين ده عنصر من العناصر بالإضافة إلى أن احنا محتاجين أن احنا فيه تدخلات تنموية تحصل في كل مصر سواء على الحدود يعني بما يتساوى بين المناطق الحدودية والمناطق النائية وكذلك متدخلات بتتساوى مع اللي بتحصل في المركز والعاصمة في القاهرة عايزين أنه كمان يحصل إدماج لزاوية الأعاقة لكن مع كل أن مبدأ تكافؤ الفرص هي مظلته واسعة احنا كنا بنركز خلال الفترة اللي فاتت والزخم كله كان بيشتغل على المساواة بين الجنسين المساواة بين الجنسين الدولة المصرية خدت فيه إجراءات وزارة التخطيط يعني ضمنت إطار مؤسسي معني بتنفيذ المساواة بين الجنسين إنه هي أصدرت قرار أنه في كل الجهات الحكومية يكون فيه وحدة بتكفؤ الفرص بين الجنسين وبتضمن المساواة بين الرجل والمرأة قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد إن النقاشات خلال الجلسة شهدت اختلاف الرؤى حول مفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره مفهوما أشمل وأوسع أشار عبدالجواد خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إلى ضرورة سرعة تطبيق العدالة الاجتماعية لتحقيق تكافؤ الفرص العدالة الاجتماعية موضوع كان محل خلاف من وجهات نظم متعددة في رؤى متعددة يمثل مشكلة لدى البعض الحقيقة أن كل الحوارات والنقاشات التي تمت اليوم أكدت جماعة على أنها حق من حقوق الإنسان أساسي في المساواة وتكافؤ الفرص بما يسمى العدالة الاجتماعية أعتقد أنه كان هناك حوار أيضا على أنه رغم الجهود المبزولة المتميزة في مجال الاهتمام بالمواطن وبالإصلاح الاجتماعي والمبادرات المجتمعية متعددة الهدف منها تمكين المواطن بالمساواة بدون تمييز تكافؤ الفرص أعتقد رغم الجهود اللي بزلت في الفترة خيره لكن يتبقى لدى العديد من الناس السؤال عن أمية التعجيل أو مزيد من العدالة المجتمعية متعلقة بتكافؤ الفرص دعا استشاري سياسات العمل محمد مصطفى إلى تطوير قانون العمل في مصر وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أشار مصطفى خلال تصريحة خاصة للتلفزيون المصري أنا مصر تملك الألافة ممن يمثلون القوى العاملة في البلاد مما يدعو إلى إصدار تشريع جديد لتنظيم سوق العمل مصر كدولة يعني طاقة القوى العاملة فيها طاقة ضخمة جدا ما يزيد عن أو ما يصل إلى 30 مليون مصري يعني بيشكلوا قوة العمل في مصر وبالتالي احنا بنكلم النهاردة على سوق عمل منفتح سوق عمل بيجب من المرونة وتعدد الوظائف واختلافها وتطورها كثير فبالتالي لا يجد طبعا أن احنا نتسطى لهذه الأمر بسياسة واحدة أو قالب قانوني واحد نقدر أنه ينطبق على كل القوى العاملة دي على تعدد والتساع يعني عددها فإحنا محتاجين طبعا أن مصر تجد قدر من المرونة التشريعية يعني احنا لو نتكلم نهاردة على تشريع عمل وقانون عمل موحد يقدر أنه يغطي كل قوة عمل مصر ويقدر أنه ينظم قوة عمل مصر بشكل متجافئ ده أمر من الصعوبة بالمكان فبالتالي احنا لو تتبعنا كده مسألة تطور التشريعي في مصر عنا لأي أن مصر صدر فيها قانون العمل بعد النقاشات امتدت لي ما يزيد عن 12 سنة تقريبا عشان يصدر قانون العمل 12 سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ يعني مرورا بالسنوات الماضية احنا كان عندنا نقاشات طويلة ومتعددة لتغيير قانون العمل وتطويره وإصدار قانون جديد هكذا مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني عبدالهادي القصبي أن الجلسة حضيت باهتمام كبير نظرا لاهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتطبيقها وأضافها عبدالهادي خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الجلسة شاملت أيضا الكثير من الأفكار والرؤى التي يمكن الاعتماد عليها والبناء لتطبيق العدالة الاجتماعية جلسة اليوم لها أهمية خاصة لأن محور العدالة الاجتماعية موضع اهتمام الدولة المصرية وموضع اهتمام المواطن المصري احنا ما عندناش أهم من العدالة الاجتماعية جلسة سخنة جدا أفكار متعددة واتجاهات مختلفة وثقافات الحقيقة في تناول محاور العدالة الاجتماعية لنقشناها النهاردة كنا بنتكلم عن الأجور والمعاشات وكنا بنتكلم على السياسات السكانية كنا بنتكلم على السياسات الضربية كنا بنتكلم على العشوائيات مع سخونة الجلسة الحقيقة وسعادتنا بحماس كل المشاركين وهناك مدخلات علمية وقيمة من الممكن أن يبنى عليها أدى رئيس الوزراء التونسي الجديد أحمد الحشاني اليمينة الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد خلفا لرئيسة الوزراء السابقة نجل أبودن عقب أداء اليمين أعرض الرئيس التونسي قيس سعيد عن ثقته الكبيرة في نجاح رئيس الوزراء الجديد في مهام عمله مشيرا إلى التحديات التي تواجه تونس في المرحلة الراهنة وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تحقيق العدالة المنشودة والكرامة الوطنية والاستجابة كذلك لمطالب الشعب التونسي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لابد من الحفاظ على الدولة التونسية وأنهم سيعملون على تحقيق إرادة الشعب وخلال أداء رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني اليمينة الدستورية أضف سعيد أنهم سيعملون على تحقيق العدل المنشودة والكرامة الوطنية وأن تونس لن تعود أبدا للوراء لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع توكل على الله وانطلق في هذه الأمانة التي تحملها معي وسنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعوده أبدا إلى الوراء فإلى الأمان وإن شاء الله بالتوفيق في هذه المهمة لهذا الظرف بالذات إن شاء الله موفق وأنا على يقين من أنك ستعمل على الحفاظ على الدولة وعلى تناغم مؤسساتها وتكاملها الدولة التونسية واحدة وليتذكر هذا الكثيرون أن الدولة التونسية دولة واحدة ترجمة نانسي قنقر أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والاقتحامات التي تواصل شنها على التجمعات الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة واعتداءات ميليشيات المستوطنين على الفلسطينيين العزل واعتبرت الخارجية الفلسطينية الممارسات الإسرائيلية امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومحاولة لتوسيع جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية وقد حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حملتها المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها مؤكدة في الوقت ذاته على أن الصمت الدولي على الانتهاكات يعكس ازدواجية المعايير كما أنه يعتبر تعبيراً عن عدم الجدية الدولية في تحقيق التهديئة والسعادة الأفق السياسي لحل الصراع الدائم هناك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ونفذ المستوطنون جوالات استفزازية في بحاته وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة العشرات من الفلسطينيين من بينهم حالة خاطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية وذلك اتر اقتحام المنطقة الشرقية للمدينة وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان قد اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبل يوسف مشيرين إلى اعتلاء قناصة الاحتلال عددا من البنايات المرتفعة هذا وصحب عملية الاقتحام اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وأهالي المنطقة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين السودانيين داخليا وخارجيا اقترب من أربعة ملايين نازح وذلك بسبب استمرار الصراع هناك أوضحت المنظمة الدولية أن أكثر من ثلاثة ملايين سوداني نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل السودان منذ بدء الاشتباكات وأن قرابة المليون سوداني فروا عبر الحدود إلى دول الجوار أكدت المنظمة على أنها قامت بتوسيع نطاق جهود الاستجابة لتلبية احتياجات مجتمعات النازحين داخل السودان وفي البلدان المجاورة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنترني بلانكين بحث مع رئيس مفاوضية الاتحاد الأفريقي مسافقيه التطورات في كل من السودان والنيجر وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلانكين وفاقية أكد مجددا الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والمتمثلة في الإفراغ الفوري عن رئيس النيجر محمد بلسوم مضيفة أن الجانبين شددوا على عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش بشكل عاجل وفوري إلى التقيض الصارم بالتزامات النيجر الدولية في مجال حقوق الإنسان واستعادة النظام الدستوري وأعرب في الوقت الذاتي عن قلقه العميق إزاءة قارير التي تفيد باعتقال العديد من أعضاء الحكومة أكد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل أكد على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر محذرا من سرعة تدهور الوضع الأمني هنا إذا لم يتم إيجاد حل للوضع في النيجر كما أكد دعم الأمم المتحدة لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإكواس في استعادة النظام الدستوري ودعم المكاسب الديمقراطية في البلاد يكتمع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس من اليوم ولمدة ثلاثة أيام في العاصمة الناجرية أبوجة للبحث في سبل حل الأزمة في النيجر وكان زعماء غرب أفريقيا الذين اكتمعوا في قمة استثنائية الأحدى الماضي في العاصمة الناجرية قد أدانوا الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وأمهلوا المجلس العسكري أسبوعا لإعادة الرئيس ومن المقرر أيضا أن يزور وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا برئاسة الرئيس الناجري السابق عبد السلام أبو بكر النيجر حسب ما قال مسؤول عسكري من النيجر ومسؤولة كبيرة من منظمات الإكواس هذا وأعلنت النيجر أنها أعادت فتح حدودها مع عدة دول مجاورة بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وقد أعلن متحدثه الرسمي باسم المجلس العسكري في النيجر أنه تقرر فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا والشاد كان المجلس العسكري قد أغلق الحدود بعدما تم الإطاحة بالرئيس بازوم هذا وتسعى السلطات الفرنسية إلى إنجاز عمليات الإجلاء الجوية التي بدأت مساء أمس لإجلاء رعاياها من النيجر وذلك في ظل الخشية من تدهور الأوضاع هناك عقب الإطاحة برئيس محمد بازوم وخصصت فرنسا أربع طائرات لإجلاء المدنيين من النيجر وغالبيتهم من رعاياها وذلك في أول عملية إجلاء واسعة النتاقة تقوم بها في المنطقة حيث وصلت في ساعة مباكرة من صباح اليوم أول طائرة إجلاء إلى مطار شارلدجول في باري وعلى متنها 262 شخصا أغلبهم من الفرنسيين إضافة إلى رعايا عدد من الدول الأوروبية في السياق ذاته أعلنت إيطاليا وصول نحو 100 شخص بينهم إيطاليون إلى روما صباح اليوم بعدما أجلتهم السلطات الإيطالية لأسباب أمنية ترجمة نانسي قنقر إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت روسيا إطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق على خلفية التوترات المتصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع المستمر ودائر في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات أوشان شيلد 2023 البحرية بدأت في بحر البلطيق مضيفة أن 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم ستشارك إلى جانب حوالي 6 ألاف عسكري في المناورات مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في التحقق من قدرة الأسطول العسكرية على الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا أعلنت بولندا استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن منورات مشتركة بين بلاروسيا ومجموعة فاغنر بالقرب من الحدود مع بولندا معتبرة أن التدريبات المشتركة لبلاروسيا مع فاغنر تمثل استفزازا لها من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليني قلانكون أنه تم إبلاغ سفير البولندي أن التصريحات عن عدم امتنان أوكرانيا المزعوم لمساعدة بولندا غير صحيح وغير مقبول يبدو أن الأزمة الأوكرانية لم تلقي بظلالها فقط على الوضع في أوروبا بل أشعلت فتيل التوتر وسط حالة استقطاب غير مسبوقة للدول الأوروبية حتى إن الخلاف لم يدب بين الفريقين فقط بل صار يحدث بين أطراف الفريق الواحد ففي تطور أخير استدعت أوكرانيا وبولندا سفيري دولتيهما في غمرة خلاف نشب بعد أن قال مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي مارسين بريزداتش إن على كييف إظهار مزيد من التقدير لدعم وارسو في حربها مع روسيا وقال بريزداتش إن الحكومة البولندية يتعين أن تدافع عن مصالح المزارعين في البلاد في إشارة إلى حظر استيراد السلع الأولية الأوكرانية الذي سينتهي الشهر المقبل وتريد بولندا تمديده حتى رغم أنف الاتحاد الأوروبي بحسب تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي وبرعم أن أوكرانيا تسعى للتهديئة مع الحليف الأقوى والأقرب لها إلا أن الوضع صار مستعلا بعد أن صرت بولندا على تمديد الحظر واستغاثة أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي للضغط على بولندا ولم تواجه بولندا الأزمات من شرقها حيث أوكرانيا فحسب بل اندلعت أزمة جديدة بينها وبين بيلاروسيا الحليفة التاريخية لروسيا والتي استعانت بمقاتل فاجنر لتدريب جيشها مما أثار قلق وارسو التي ترى في وجود المقاتلين على حدودها تهديدا واضحا وقالت بولندا إنها ستدفع بقوات إلى حدودها الشرقية بعدما اتهمت بيلاروسيا بانتهاك مجالها الجوي فيما نفى جيش بيلاروسيا حدوث أي انتهاك واتهم بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي باختلاق الاتهام لتبرير زيادة عدد قواتها على الحدود وصرحت وزارة الدفاع البيلاروسيا بأن وارسو غيرت رأيها حول الحادث بعد استشارة أسيادها في الخارج بحسب تعبيرها وكان الجيش البولندي نفى في البداية حدوث أي انتهاك للحدود لكنه قال في وقت لاحق وبعد مشاورات إن الانتهاك حدث مما أثار سخرية رئيس بيلاروسيا أليكزاندر لوكاشينكو الذي قال إن على وارسو أن تشكره لأنه أوقف فاجنر وسيطر عليهم وأنه لو لاه لدخل وارسو ودمروها الأيام المقبلة وحدها ستظهر ما تقول إليه الأمور في القارة البيضاء العجوز التي تشتعل للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كليتشكو قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤل عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هجمت العاصمة الأوكرانية فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاثة مناطق دون وقوع إصابات وذكر كليتشكو أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني مضيفا أن فرقة الطوارئ انتقلت إلى الموقع ورفعت الحكومة تحذيرات من غرات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف بنى تحتية تابعة لميناء في منطقة أوداسا في إطار استهدافها منشآت تستخدم لتصدير الحبوب هذا وأوضحت السلطات الأوكرانية أنها قصفت ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بالمنطقة الساحلية والواقعة في جنوب أوكرانيا ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت كما أكدت أوكرانيا تعرض ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب لهجوم بطائرات مسيارة روسية ما تسبب في أضرار جسيمة بالميناء كثفت روسيا من هجماتها على البنية التحتية للقطاع الزراعي والموانئ في أوكرانيا بعد أن رفضت موسكو تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي كان يسمح بعبور صادرات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن أزمات جديدة تتصاعد قراء إلغاء اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقعة بين أوكرانيا وروسيا برعاية أممية أطنان الحبوب الأوكرانية التي كانت تصدر عبر موانئ أوديسا تبحث الآن عن منافذ جديدة للوصول إلى مستوردها مئات الشاحنات تتكدس على الطريق الواصل إلى مرفع إزمايل على نهر الدانوب والذي بات طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية بالإضافة إلى مرافع صغيرة على أنهر في منطقة أوديسا المحازية لرومانيا الموانئ التي لم تكن معروفة في الماضي باتت الآن ذات أهمية بالغة بالنسبة لإمدادات السلع الغذائي العالمية رغم ضعف إمكاناتها وما تشهده من زحام خانق وصعوبات في عمليات الشحن وفي عقبة أخرى شنت روسيا هجوما بمسيرات على ميناء ريني في الرابع والعشرين من يوليو مما أضعف من نشاطه سائق الشاحنات أكدوا أن السفن المقرر لها أن تتلقى شحناتهم من الحبوب لم تدخل الميناء بعد الذي لا يستوعب إلا بضع السفن بالكاد الطوابير الطويلة للشاحنات والتقص الصعب دفع العديد من السائقين إلى البحث عن فرص عمل أخرى هي الأزمة تتفاق مسرعاً لتعكس وجهاً آخر لواجلات العملية العسكرية التي تقترب من شهر السامن عشر لكن واجلاتها هذه المرة ستصيب دولاً عدة حول العالم التي تعتمد على الحبوب المصدرة من أوكرانيا هذا وأبدأ الكريمليني سعداد موسكو للعمل على الفور بمجاب الاتفاق من جديد بشأن تصدير الحبوب من البحر الأسود حالة تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا من جانب هداع رئيس التركي رجب تايب أرغل دوغان نظيره الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إلى تجنب أي تصعيد في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا وطلب الرئيس التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مشدداً على أنه سيواصل المساعد ديبلوماسية لإحياء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي انسحبت منها روسيا من جانبه طلب الرئيس بوتين دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية إلى أفريقيا قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة نمأ إلى علمها أن روسيا مستعدة للعودة إلى محدثات اتفاق يسمح بتصدير أمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مضيفة أن واشنطن لم ترأي دليل على ذلك حتى الآن أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لحظت مؤشرات على أن روسيا قد تكون مهتمة بالعودة إلى المناقشات مشيرة إلى أن واشنطن ستراقب عن كثب احتمال حدوث ذلك في القريب العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكنه قال ان البنك يواصل تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها في البلاد خفضت وكالة فيتشي للتصنيف الاعتماني للولايات المتحدة الامريكية خفضت من اي 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 الى اي بلاس اي واشرت الوكالة الى عوامل تشمل تآكل الحوكمة خلال العقدين الاخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلفت على صلة برفع صقف الدين العام تآكل الحوكمة والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي اسباب دفعت وكالة فيتش لتخفيض التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة من اي 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 الى اي بلاس وقالت فيتش ان خفض التصنيف الاعتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرة الى عوامل تشمل تآكل الحوكمة خلال العقدين الاخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع صقف الدين العام واضافت فيتش ان الحكومة الامريكية ليس لديها اطار مالي متوسط الاجل ولديها آلية ميزانية معقدة وقد ساهمت هذه العوامل الى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الانفاق الجديدة في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي واشرت وكالة التصنيف الى انه اضافة الى ذلك لم يحرز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الاجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان وتعليقا على هذه الخطوة اعلن البيت الابيض رفضه الشديد لقرار فيت مشاددا على ان خفض تصنيف البلاد في وقت حقق فيه الرئيس جو بايدن اقوى تعافي اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم هو امر يخالف الواقع وتهم البيت الابيض ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بانها قادت نحو تدهور المعايير التي اخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها اما وزيرة الخزانة الامريكية جانيت ييلين فعبرت ايضا عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش وصفة اياه بانه تعاس سفي ويستند الى بيانات قديمة وقالت وزيرة الخزانة الامريكية ان نموذج التصنيفات الكمية لفيتش انخفض بين عامي 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الان عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات وشددت جانيت ييلين على ان سندات الخزانة لا تزال هي الاصول الامنة والسائلة الابرز في العالم وان الاقتصاد الامريكي قوي في جوهره سجلت الاسهم اليابانية اكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية هذا العام مع انتشار الحاذر في الاسواق الاسيوية بعد خفض غير متوقع للتصنيف الاعتماني للولايات المتحدة الامر الذي اثر سلبا على المعنوية وانخفض من مؤشر نيكي 32 من 100 بالمئة ليغلق عند 22707.69 نقطة وذلك في اكبر تراجع يومي منذ العشرين من ديسمبر بينما نزل المعشر طابكس الاوسع نتاقا 51 من 100 بالمئة الى 2301.26 نقطة دعا كل من المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاغ ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد والمديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي دعوا جميعا الى مزيد من الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب ازمة غذائية كارثية وبحسب مركز اعلام الامم المتحدة فقد حذر مسؤول وكالات الامم المتحدة الثلاث من ان التقاعص عن التعامل مع ازمات الغذاء والمناخ ونعدام الامن المعقدة في جنوب السودان سيؤدي الى خسائر وكوارث في الارواح وسبل العيش وضياع مستقبل ملايين الاشخاص في جميع انحاء البلاد كان المسؤولون الامميون الثلاثة قد قاموا بزيارة عدة الى اماكن في جنوب السودان وهي الاماكن التي تكابد اثار الظواهر المناخية القاسية وتفتقر الى البنية التحتية اللازمة مما يؤدي الى تفاقم الازمة الانسانية في البلاد ويهدد المزارع وسبل العيش الزراعية الرعوية ويشرد المجتمعات نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء منتشر من انباء بشأن اصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام دراسي الحالية واضح المركز الاعلامي ان خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة سارية وتعمل بشكل طبيعي دون الغاء موضحة انه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات التظلم يوم الخميس المقبل وذلك من خلال الموقع الالكتروني لتظلمات التانوية على ان يتم فحص التظلمات في الاماكن التي تحددها الوزارة بالمدريات التعليمية لكل محافظة أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا بالتعاون مع اليونسيف وتسادف هذه المبادرة طرح خمسين فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني يشارك في هذه المبادرة والتي تتضمن خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة تشارك ومتخصصون من أكثر من 22 جامعة حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركز بحثين في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنفسية واستدامة الاقتصاد المصري أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مبادرة بنفكر لبلدنا لطرح خمسين فكرة مؤتكرة من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في خمسة محاول رئيسية تسهم في زيادة تنفسية الاقتصاد المصري الفكرة انبطقت من منتدى السياسات العامة منتدى السياسات العامة انطلق منذ سنتين تحت مظلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كانت فكرته ان احنا نضمن انه بيحصل ادماج واشراق لأكبر عدد ممكن وفئة ممكنة كنا بنستهدف بالذات فئة الشباب الشباب الجامعي اللي من خلفيات مختلفة كليات مختلفة المبادرة تتضمن خطة اعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة ويشارك في المبادرة متخصصون من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة وجهات حكومية ومراكز بحثية واربعين مشاركة فردية للخبراء انا بحي القائمين على منتدى السياسات العامة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المبادرة دي لانها شجعتنا كشباب عاملين بالجهاز الاداري للدولة ومؤسسات الدولة ان احنا نشارك بافكارنا في صناعة السياسات العامة اللي كان معروف يعني انه دايما الشباب عندهم افكار في كل القطاعات ولكن ممكن قنوات الاتصال مش كافية انه هما يوصلوا افكارهم او مش فاعلة اوي او هما ونفسهم الشباب ما يعرفوش ازاي يوصلوا افكارهم لكن المبادرة اللي بتتعامل النهاردة دي هتساعد كل العاملين بالجهاز الاداري والدولة واعتقد انها تتكرر مرة تانية انه هما يشاركوا في صياغة السياسات العامة التجربة بحد ذاتها هي حاجة مهمة جدا لانه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتحديدا من خلال منتدى السياسات العامة بيدي فرصة لشباب البحثين والمراكز البحثية انهما يقدروا يسهموا في صناعة او انهما يسهموا في بناء اقصاد اكثر تنافسي وهو محور المساب المرادي المبادرة تشمل لاول مرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت اشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لطرح اكثر من خمسين فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في هذا الشأن اكد وزير التجارة والصناعة تطلع مصر الى دفع العلاقات مع دولة تركيا لتعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة باتحاد الغرف والبرصات التركية حيث اكد الوزير ان الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادر التجاري السلعي بين الجانبين والذي تخطى حاجز السبعة مليارات دولار للمرة الاولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم منوها الى ان عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز سبعة مائتين وتسعين شركة من جانبها اكد رئيس التحاد الغرف والبرصات التركية حرص الاتحاد على تعاون مع مصر مشيرا الى ان مصر تعد الشركة التجاري الاكبر لتركيا في قارة افريقيا ولافتا الى ان قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية متواجدة وفي وقت قريب اكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة ان اجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد بلغت اكثر من 455 مليون جنيه وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية خلال اجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية اكد شوشة ان مخصصات الخطة سيتم توزيعها على مجالس المدن لاقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الارمان الخيرية بتعاون مع محافظة المنوفية احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا و15 كوشكا على الفئة الاولى برعاية من امناء المحافظة وذلك ضمن مبادرة 600 الف ببرز كما قامت جمعية الارمان الخيرية احدى كيانات تحالف بتسليم 131 منزلا بعد اعادة تأهيلها الى اهالي قرى اطواب وكفر ابجيجة بمركز الوسطى وقرية بني عدي بمركز ناصر في محافظة بني السويف وفي محافظة الجيزة قامت مؤسسة ابو العنين بتكريم بطلة القوس والرمحة من دوي الهمم من طلع الصامة وتسليمها جميع الادوات الرياضية الخاصة باللعبة وقد سبق تكريم البطلة من رئيس السيسي على انجازاتها الرياضية حيث حصدت على مداري تاريخها الرياضية اثنتي عشرة ميدالية دهبية نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القفطية الانجلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الشباب الخير للتنمية والخدمات تحت من ضلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي نفذت لقاء لعرض الفرص التسويقية لمحاصيل فلصية والبصل والمقور ببني سويف ويأتي ذلك ضمن انشطة مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة وشارك في هذا اللقاء ثلاثين من الصغار المذارعين وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على دراسة الفرص والاستفادة منها لضمان سعر ثابت ولحمايتهم من تقلبات السوق مع الاحتفاظ بالبيع لمنتجاتهم في حالة زيادة السعر عن المتعاقد عليه في الحقيقة احنا احد اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومن خلال التحالف قدرنا نتحقق كثير من المميزات للمزارعين وخصوصا صغار المزارعين من خلال مباطلة ازرع قدرنا نساعد كابانسويف 13500 مزارع من خلال الدعم الفني من خلال تقاوي مدعمة كمان احنا بنحاول نشتغل على المزارعين في حتة ان هم داما بيزرعوا بفكرة ان هم بالعداد او التقاليد او المورسات احنا بنحاول نغير الحتة دي من احنا بيجي معنا فريق من الخبراء او المهندسين الزرعيين المتخصصين علشان نغير فكرة ان احنا شغالين بالطلال الفرونية القديمة فما فيش انتاج ففيه صرف كثير وما فيش اي عائد اقتصادي لمزارعين احنا النهاردة في قرية طوة مركز بيبا محافظة بنسويف بنشرف على تنفيذ لقاء تسويقي لمحصول الفول الصوية والبصل المعور وده ضمن انشطة مشروع نحو مجتمعات مصرية رفية مارينة واللي بيتم تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلي احنا بنساعد اهلين وصغار المزارعين في توعيتهم حول الازاي تستفيد من وجود حقد تسويقي يضمن لك هامش ربح وسط تقلبات السوق وبنحارب بكده جشع التجار النهاردة حضرنا ندوة لصغار المزارعين حول الزراعات التعاقدية للمبصل عماية التحالف الوطني مع الاية الانجلية ونشكر الاية الانجلية والتحالف الوطني والمساهمات ونشاء الله في المستقبل ان نتعاقد مع المحاصيل مع البصل والفول الصوية ووفرت لنا الاسمدة ووفرت لنا كل حاجة الدولة والمبادرة واحنا نشكر التحالف الوطني مع الاية الانجلية اللي هي اهيت لنا اللي هي الندوة لصغار المزارعين للزراعات التعاقدية اشكر الاية الانجلية والتحالف الوطني بصراحة ووفرنا مساعدات كتير جدا ووفرنا استاذ مساعد من كلية الزراعة اتكلم معنا في حاجات كتير جدا عن خدمات لفول الصوية والمحصول البصل والآفات اللي بتصيب المحصولين وتروا الزراعة الصحيحة بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم الى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري لم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير باهم العنوان الرئيس السيسي وده بمواصلة تقديم كافة اوجه الدعم لاصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها مدبولي يتابع تطبيق خطة لتخفيف الاحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية ويترأس مائدة مستديرة حول صناعة الهيدروجين الاوضر اوكرانيا وبولندا تتبادلان يستدعى السفر بعد تعليقات عن دعم الحرب وروسيا تواصل استدفى الموانئ وتقديم نوارات في بحر البلتيق ختم نشرة الثالثة اتتكم من التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء في امانك اشتركوا في القناة